برعاية أمريكية إيرانية تأسس النظام الطائفي في العراق بعد احتلاله عام 2003 على الرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على توزيع السلطة على وفق المكونات الطائفية فقد ثبتت الممارسات التي سادت في العراق الهوية الطائفية وركزت على إيجاد ممثلين لها أكثر من تركيزها على التغلب على تلك الانقسامات بل أصبحت الحكومات المتعقبة تغذيها وتنفق الأموال من أجل ترسيخها المؤسسة العسكرية في العراق قبل عام 2003 تميزت بقوتها وانضباطها وبعدها عن الطائفية لكن ثم تنهج جديد اتبعته حكومات الاحتلال يرسخ الطائفية قولا وعملا واستمرارا لهذا النهج وفقت وزارة الدفاع الحالية على قبول طلاب الدورة الحادية عشرة بعد المئة في الكلية العسكرية بالرستومية لتنشر نسخة من قائمة بأسماء المقبولين بعد قائمة تضمن التفاصيل الانتماء المذهبي لكل طالب إذ عتمت الجدول الخاصة بتلك المعلومات بعد استياء وضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات بحسب نسبها إذ بلغت صفرا في الأنبار بينما كانت ثمانية فقط لنينوى خلافا لما كان في محافظات أخرى المنفذون للمخططات الطائفية داخل العراق وخارجه يعلمون جيدا أنهم يسيرون باتجاه تدمير العراق وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للوصول إلى عراق ضعيف مقسم منهار لا يمكنه القيام بأي دور في المنطقة فبحسب تقرير جامعة براون الأمريكية فإن عدد المهجرين أصبح تسعة ملايين ومئتي ألف مهجر داخل العراق وخارجه بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وما زال هناك نحو مليون واربعمائة ألف نازح وستمائة وخمسين ألف لاجئ عراقي في عام 2020 والجميع فروا من أعمال القتل والتطهير العرقي التي عقبت الغزو الأمريكي الذي قاد إلى حرب طائفية وهجرة طبقة كانت تمثل عصب العراق لقد أصبح واضحا لكل ذي عينين أن الأحزاب الحكيمة في العراق تتجه وبقوة إلى ترسيخ مفهوم المحاصصة الطائفية في جميع مؤسسات الدولة ولسيما وزارة الدفاع بصورة أكبر من قبل بينما يؤكد عراقيون أن نهج المحاصصة الطائفية هو الضامن الوحيد لبقاء هذه الأحزاب والقوى السياسية في الحكم